ورأيك في مباراة الأهلي والبرامدز النعارداج كان مطشا حلو جداً الحقيقة أنا شفت مطشا ما بين اتنين مدربين تقال والشوت الأول تحديداً برامدز مارس الضغط العالي على الأهلي بطريقة نموذجية وقدر أنه يوقع خط وسط الأهلي تحديداً في غلطات كتيرة بس أنا دايماً هيفضل رأيي أن ثنائية حمدي فاتحي وديانج في خط الوسط غير مفيدة تماماً لما الأهلي بيحاول أنه يخرج من الضغط لأن الاتنين ما عندهمش القدرة على خروب الكرة بشكل صحيح فكان فيه جاب كبيرة جداً اضطر أفشا أنه هو ينزل يعني كان فيه كرة كافة نهاية الشوت الأول هي بالنسبة لي اللي عبرت عن حالي الآل في الشوت الأول أفشا بيحاول أنه يسترجع الكرة من ناحية علم علول راجع كل المسافة دي وبيلعب الكرة لمحمد شريف اللي واقف على دايرة النص فكان طبيعي ولا فيه كرات بتوصل لمحمد شريف ولا بيرسيته وشفناه أنا مشوفتوش غير أنه لعب أو تين تلاتة كده في الشوت الأول وكانت حتى كمان أرقام محمد شريف في الشوت الأول كانت غريبة أن محمد شريف عدد تمريراته الكرة نفس تمريرات شريف إكرامي فطبعاً محمد شريف ما كانش ليه وجود زكاء موسماني بقى في إيه لأن الناس بتقولك يا راجل ده مدرب محظوظة علشان عبدالله السعيد غلط أو أي مكان الراجل احنا دايماً بنقول عليه أن مشكلته والحاجة اللي جمهور الأهلي بنتقدوا عليها ونوبي غير كتير ونوبي يفكر كتير التغيير ده بقى النهاردة هو اللي فاده يعني عيبه هو اللي فاده لما ابتدى بأربعة تنين تلاتة واحد وشاف الشكل ده في الشوت الثاني غير الأربعة تلاتة تلاتة وقدر أنه هو يعمل ضغط عالي والخطة دي أصلاً من أهم مميزاتها أن أنت تقدر أن أنت الفرق اللي بتحب الاستحواز ترخم عليهم بالضغط العالي بتاعك فقدر أنه هو يخطف واحدة أفشة من عبدالله السعيد وبعد كده لما في نهاية المتش غير لما حاول بيرامز أنه هو يهاجم أكتر غير ورجع لطريقة أربعة تلاتة تلاتة أربعة تلاتة اللي هي الطريقة اللي احنا أصلاً بنتكلم أن الأهل السنة دي بيلعب بها أفضل مبارايته والحقيقة أنه صيحنه خرج كسبان تلاتة سفر بس ضيع تقريباً تلاتة جوال كمان يعني كان ممكن يخرج بنتيجة أكبر من كده بس أنا برضو في المقابل زي ما بقولي أن موسيماني قد إيه هو غير وقد إيه هو فكر الناحية الثانية كابتن إيهاب جلال أنا بعتبره أفضل مدرب مصري أنا بصراحة يعني شايف برضو أنه هو لما لقى موسيماني غير كان مفترض هو كمان يغير لكن هو أصر برضو على فكرة أنه هو بيبني من وراء فالجول الثاني غلطة الجول الثالث غلطة تلات غلطات خسروك المطش يعني ما ينفعش مثلاً نقول أن الأهلي كان ضغطك لأن اللي يشوف النتيجة دي يقول أن الأهلي مثلاً كان مستحوز أكتر كان داغط أكتر ضيع من الدقيقة الأولى علشان يخرج كسبان تلاتة سفر لكن الحقيقة أن لا أن التلات جوال أخطاء من لعيبة بيرامدز في البلداب من منطقة دفاعهم وكمان الجول الثاني تحديدنا اللي هو جول عمر السولية اللي من أجمل أهداف في الموسم يعني بصراحة البداية كانت جملة حلوة قوي من الأهلي يعني الناس ركزت في الفينيشنج بتاع عمر السولية لكن الجملة كانت حلوة واسترجاع الكرة تاني من دي يانج كان هايل جداً دي يانج عمل تحجيزة حلوة قوي علشان يوصل الكرة عمر السولية فأنا شايف أن الأهلي لها بشوب تاني نموذجي نموذجي الحقيقة المختلف ما بينه وما بين بيرامدز إن بيرامدز لما كان بيلعب بنفس الطريقة محولش الفرص بتاعته الأهداف عزيز